السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم ان شاء الله قد نشارك معكم وحتى الطويجين على حقه وطريقه كيجي لديد بزف 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 وقد نشارك معكم حتى الخلطة واللي كتلدد بزف طواجن دي الخضراء بدون اللحم بسم الله على بركة الله بالنسبة الخلطة هي هاد النيورا او الفلفلة يابسة غن نزيد معها انا شفية دي الفلفلة يابسة حارة كشفتو غير شوية يعني ما حررتها هاش واحد الكيمياء دي التومة اللي كتناسبكم اولا تنغسلوها مزيان تنقلبوها من الداخل كنزولو لهادوك البودور اللي تيكونوا فيها هاد الخلطة رفي تتشاركتها معكم في قناة كويزين فاميلي وهنا راني زدت واحد الكيمياء ديال التومة الكيمياء اللي بغيتون تومة واحد طريف ديال الحمض المصير طريف صافي وكن ناخد ذكلمة ديال الحمض المصير تنزيدو يعني هاد الخلطة هادي معتنا نبحنوها بزيت البلدية كتبقى عندنا زيت البلدية هي زيت الزيتون كتبقى عندنا واحد لمدة طويلة غدا ملحها بش حتى الملحة كتساعدة لانها كتصبر صافي بما انني كان غسل ديك الفلفلة فكترطب ضغيطة تطحن مع زيت الزيتون اه بطبعة الحال دايما نصفيوها اهنا دا كشي اللي غايب قليه هنا في الروبور اغنخليه تغنعود نطحن فيه ماضيشة وخرى عندي ديجان صيبة اه بالنسبة الشوفل او القرنبيض اه هاد الوريقات اللي كيكونوا ويلا كان بيو تقدروا تحتفظوا بيهم بلا ما ترميوهم بالنسبة المكونات هنستعمل ملحها شوية ديال شوية ديال الزعتر والكامون الكوركم الزنجبيل وهنا عندي القصبر يابس والخلطة اللي تشاركت معاكم واحد ثلاثة ديال فصوص ديالتوم شوية ديال البزار انا شوف لغ كيبغي شوية البزار وهنا شوية ديال الزعفران الحر امرقض فوحد شوية ديال الماء وهنا يلقصبر والمعدنوس بالنسبة هادي الشرمولة بالنسبة الزعفران الحر ايلا ما عندكمش استغنوا عليه هنه هاديك السلصة ديال ما تشالي عندي او تحنسها في ذاك الربوش ما تضيع ليش ذاك السلصة ذاك السلصة اللي يعني الخلطة اللي تشاركت معاكم هنه كناخد توابيل جلي كاملة سافي كناخد توابيل كاملة بالنسبة الزعفر ما كنستعملوش بزاك شمي مرش لينا بالنسبة الكامون ما غديش نديرو كامل دبا في الوصفة غدا ندير غير واحد شوية او ما تبقى غدا نخليها كحبوب باش ما كي مررش لينا ما كتلقناش المرورة في المرقى وإلا كتخليه حتى الاخر تلخر وكترشوه باش ما تدرناش هاد الشوفلوح كنديرو معاه القصبور وكنديرو معاه الكامون يعني الشرمولة اللي معروفة كنشرملو بها الخضراء اللي والدينا كل شي تيديرها هاد الشرمولة هادي اللي كتجي معاه اي حاجة هاكده كدر يعني كدير القاز كتجي معاه طفي انا اختاريت ندقها في المهراز باش تعطيني هادية لهم زيانة في الخضراء خاصة انه ما كينش مني ما كيكونش لحم دي منت انتهلو في الخضراء هاكده بالتوابل غير بالنسبة للزنجبيل ما كنتستعملوش بزاف كنتستعملو غير نصف ملعاقة لانه حتى هو الكتر ناح يقدر اطلق لنا المرورة بالنسبة الخرقو من البلدي حتى هو ما كنتستعملوش بزاف كنتستعملو غير نصف ملعاقة اللي نقدرون كتروا منه هو هاد الشرمولة يعني الخلطة اللي تشاركت معاكم اللي فيها الفلفلة اللي هي نيورا هي اللي كتلد لنا احنا بالنسبة للسلسة خديت منها سلسة الطماطم عندي تقريبا شي شربعمية قرام دي السلسة الطماطم خديت منها شوية غدا نشرمل بيه وما تبقى غنديرول تحت فتاجين احنا كان عمر مزيان يعني هاد بش يجينا بنين تخليه لان فاش كتحطو هكذا كبلاش ما تشرملوه ما تتوصلوش يعني كيجي بحلي مبخر ما كتوصلوش الشرمولة سافي كان شرملو مزيان وكان نستفوهنا بطريقة اللي بغيتوه لتحت راني درت ما تبقى ليا من السلسة اللي تقدروا تزيدو على اللي كيجي معا شوفلغ اللي ما بغيش يديرو بحدو كيجي معا خيزو وتيجي معا هج البانا وكيجي معا حطة الحلوة اللي ما بغاش يديرو بحدو ويلا بغيتو لا تقدروا حتي طيب وتهرسو عليه البيض إلا ما بغيتوش تديرو ماتي شرح تيجي حتى بلا ماتي شرح تيجي كتجي معاه حتى اللي درتو طريفة ديال القرعة سافي وما تبقى لي ديال السلسة كنزيدو من الفوق باش يجي مشرمل زوين وهات شوية اللي بقى ليه غدا نشرمل فيه زيتون مثل اللي خدي تغير واحد شوية بشي بزاف بتوعك دك ياخد البنة ديال شرمولة موهم هالطاجين راح ساهل كتوجدوه كتغطيوه كتغطيوه تديروه يطيب كتتسهنو منو سافي اذا بغن ندير لي هاد الاضافات هادي اللي ماشي ضرورية كندير هاكدا واحد تلسة ديال وريقات ديال الرند او الغار كندخلوه هاكدا مزيان باش تلقونا الماضاق من بعدر تقدروا تزولوهم لان ورق الغار معروف بانه مزيان للغازات اللي كتكون في البطن وغدا ندير هنا ايه واحد طريف هاكدا القشرة ديال الحمض لمصير وغدا نزيد حتى وريقات ديال الزيتون اللي ما تديروش بزاف باش ما يمروش غير شوية هير 3 او 4 ديالوريقات كندخلوهم حتى هما مزيان كيعطونا واحد للدزوين مع هاد الانواع ديال الطاجين سوف يكون نضم مكانا نبسح شوية للطاجين ديالي باش ديال بقاتش شرمولة هاكدا هادا ما تتحرقش وتخلي يعني المنظر مزوينش سوف يما غديش ندير زيت البلدية علاش مدرتش زيت البلدية لانه ضيجة كيناف الصلصة ديال الفلفلة اللي استعملت لما عندكم جديك الفلفلة يابسة ممكن انكم شويوا الفلفلة وخامش وقتها دا بقى سوف يكون من بعد ما مرات تقريبا اما كي ياخدش بزاف ديال وقت انا 40 دقيقة طعب كنا اصطر لي واحد العسيرة ديال الحامون ومن بعد كنا رشو هكدا بشوية ديال القصبر او المعدنوس او مخلطين مبزوج وعدة باك نسقيه بزيت الزيتون باش تبقنك هادية لزيت الزيتون باينة كتجي لديدة بزافة انا عزيزة دايما الاطباق كنا نسينيهم فالاخره بزيت الزيتون ففي واحد زوج ديال معلقة انا يدرت وبما ان مافيش للحم فماشي مشكيلي لدرنا زيت زيتون شيا زيدة هذا الطاجين هادية يمشي بدجاج اذا بغيت تولى عندكم بدجاج البلدي نفس الشرمولة نفس القياس طافي كنا نحاول باش ديك زيت زيتون تبقى من الفوق يعجبني ذاك المنظر ديالها كتولي لامعة اتمنى ان شاء الله الطاجين ديال اليوم يعجبكم وتجربوه تردو علي الخبار ان شاء الله وإلى فيديو جديد ان شاء الله استبدعكم الله الذي لا تدعو دعو السلام عليكم ورحمة الله